الله يعظم أنت العظيم قد هم لنا أمر عظيم أسرار ومعاني وبركات أسماء الله الحسنى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم عندينا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين أخلص النوايا لله تبارك وتعالى نتكلم بإذن الله على اسم الله تعالى المتعال والمتعال من أسماء الله هو المنزه عن صفات المخلوقين الله تعالى قاهر لخلقه بقدرته التامة كل صفات الله حسنى تدل على ما يليق به ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وجاء في الحديث إن الله طيب أي منزه لا يقبل إلا طيب يعني لا يقبل من حيث الثواب على هذا العمل إلا إذا كان من حلال وقال عليه الصلاة والسلام إن الله نظيف يحب النظافة أي الله منزه عن صفات النقص يحب النظافة يعني أمر عباده المؤمنين بأن يتنظفوا في الخلق في البدن في السوق في المكان الله تعالى نظيف أي منزه وكذلك جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال لا يراد به جمال الشكل هاشا إنما الله تعالى لا شكل له إذن منزه عن صفات المخلوقين فلا ذاته يشبه ذوات المخلوقين ولا صفاته تشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى ولذلك قالوا في هذا الحديث إن الله جميل أي جميل الصفات يحب الجمال يحب من عبده أن يتخلق بالصفات الحميدة كالكرام وحسن الخلق وغض الطرف إلى غير ذلك وقال الكلاباذي رضي الله عنه وكان من كبار الصوفية اجتمعت الصوفية يعني الصادقون اعتقادهم على أن الله واحد أحد لا بداية له تعالى واحد في ذاته وصفاته لا من طريق العدد أحد ليس جسما فرد صمد يعني الله تعالى منفرد عن خلقه لا يشبههم صمد لا يحتاج إليهم وكلهم يحتاجون إليه قديم عانم قادر لا بداية له لا يخفى على الله خافية قادر لا يعجزه شيء حي سميع بصير يعني بحياة أزلية أبدية ليست كحياتنا سميع بلا أذن ولا آلة أخرى بصير بلا حدقة عزيز عظيم يعني الله تعالى قادر ولا يعجزه شيء غالب وليس مغلوب عظيم القدر لا عظيم الجسة والجسد لا يصب بالجسم ولا بالجسد ولا بالشخص ولا بالشبح ولا بالجسة جليل كبير أي قدرا وليس حجما جواد يعني كريم رؤوف يعني رحيم متكبر يعني عظيم جبار يعني لا تناله الأيدي لا أحد يضره باق يعني لا ينتهي ولا يموت أول يعني لا بداية له إله وحده الذي له الألوهية وهي القدرة على الخلق سيد أي الله تعالى مالك متصرف في ملكه في ملكه على ما أراد مالك رب والرب هو الله يعني مالك الملك الرحمن الرحيم يعني رحم المؤمنين والكافرين في الدنيا واختصت رحمته في الآخرة المؤمنين رحيم يعني تعالى كثير الرحمة للمؤمنين حكيم يضع الأمور في مواضعها متكلم خالق رازق يعني الله تعالى له صفة الكلام وكلامه لا ككلامنا خالق أبرز وأوجد وأحدث هذا العالم أخرجه من العدم وهو الرزاق الذي يوصل الرزق إلى عباده قال الكلباذي رحمه الله موصوف بكل ما وصف به نفسه من صفاته يعني ما وصف الله به نفسه وصفناه به ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا مسمى بكل ما سمى به نفسه فما أثبته لنفسه اسما أثبتناه اسما صفة صفة وهكذا لم يزل قديماً بأسمائه وصفاته يعني الله أزلي وصفاته أزلية غير مشبه للخلق بوجه من الوجوه لو كان يشبه شيئاً ولو بصفة لا يكون إلها إذن الله تعالى لا يشبه ذاته الزوات ولا صفته الصفة لا يجري عليه شيء من سمات المخلوقين هذا معزال كلام الكلباذي الكلباذي رحمه الله لا يجري عليه شيء من سمات يعني صفات المخلوقين الدالة على حدثهم لم يزل قبل المحدثات موجوداً قبل كل شيء لأنه الأزلي وما سواه مخلوق لا قديم غيره ولا إله سواه ليس بجسم جسم هو المركب فالله تعالى ليس حجماً وليس جسماً ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ليس حجماً ولا صفة للحجم لا اجتماع له ولا افتراق هذا الاجتماع والافتراق صفات الأحجام لا يتحرك ولا يسكن السكون والحرك صفات الجسم ولا ينقص ولا يزداد ليس بذي أبعاظ يعني ليس مركباً ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء هذه الجوارح ما يجرح به الإنسان ما يعمل به ولا بذي جهات ولا أماكن الله تعالى لا جهة له ولا مكان له لا تجري عليه الآفات فلا يلحقه مرض ولا موت ولا فناء ولا تأخذه السنات يعني النعاس الذي يلحقه النعاس والنوم هذا يتعب جسم ولا تداوله الأوقات لا يجري عليه الزمان ولا تعينه الإشارات يعني لا يشار إليه بالحس لأن الله تعالى لا يتحيز في الجهة لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان لا تجوز عليه المماسة هذه المماسة التقاء جسمين ولا العزلة يعني أن يكون بينه وبين خلقه مسافة ولا الحلول في الأماكن الذي يحل في مكان له حجم لا تحيط به الأفكار يعني لا تبلغه ولا تصل إليه الأفكار ولا تحجبه الأستار يعني لا يقال هو خلف جدار أو مكان احتمى واختبأ فيه لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن هذه عقيدة المسلمين فلما نقول الله تعالى المتعالي هذا معناه أي هو عالي القدر وأنه لا يصب بصفات المخلوقين لذلك انتبهوا فلا يجوز أن يسمى الله كنزا نقل كلام في بعض الكتب وهذا من الوضاعين يعني حديث مكذوب موضوع ويقولون إنه حديث قدسي والعياذ بالله ما هو إلا كلام مكذوب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنتبهوا إن الله قال بزعمهم كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني هذا حديث مكذوب موضوع لا يجوز لنا أن نذكره على أنه من كلام النبي إنما محذرين نعم من قال عنه موضوع الحافظ الزركشي والعسقلاني والسيوطي وقال ملا علي القاري عنه ذلك وغيرهم إذن حتى معناه فاسد لا يصح يعني لا باللفظ ولا بالسند الكنز هذا اسم موضوع لشيء معروف اسم جماد تسمية الله به تكذيب للدين لذلك انتبهوا الله لا يشبه خلقه ليس كمثله شيء والمخفي اسم مفعول يعني غيره أخفاه وهذا أيضا لا يليق بالله لأنه الله المتصرف في العالم لا أحد يتصرف في الله هذا مخالف للنصوص القرآنية لذلك لو ذكر في بعض الكتب لا يلتفك نقل شمس الدين السخاوي رحمه الله عن الزركشي وابن حجر العسقلاني أنهم قالوا قالا إنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له لا سند يعني صحيح ولا ضعيف حتى إنما هو مكذوب لا أصل له الحافظ الصيوطي رحمه الله يقول لا أصل له وغير ذلك فإذن وقال في تدريب الراوي باطل لا أصل له فمن أسماء الله المتعال إذا دعوت به بإذن الله تعالى تحفظ وترفع فقد قال بعض الصوفية من ذكر الله تعالى بهذه الطريقة يا الله يا متعال آتنا ما وعدتنا وهكذا يدعو بدعاء بإذن الله يرفع قدره لأنه بلية حسنة وكما قلت لكم هذه غالبها الأسرار والخواص من تجارب الصوفية والعلماء الصالحين اللهم يا الله يا متعال آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله نعب بالعالمين الله يا عظيم أنت العظيم طب همنا أمر عظيم ترجمة نانسي قنقر